في ليال اجتياح صنعاء كان الضواحي المدينة واطرافها تعيش ما يشبه تآكل الاطراف من قبل داء الجذام السياسي والفكري القديم الجديد المتمثل بالامامة الامامة السلالية عادت هذه المرة بلافتة الجرعة وخيانات رأسية وافقية اكثرها قسوة ان وزير دفاع الجمهورية انذاك بمثل هذا اليوم كان يصافح قادة الميليشيا ويلتقط الصور التذكارية معهم في مشهد يستحق تدوينه ضمن المراث الحزينة للبلد المعذب لا حماية في شوارع المدينة ولا رفضا واسعا من جيش الدولة الذي يحمي الشعب ولم يحمي الدولة وباتت صنعاء مكشوفة وجريحة تتخطفها مخالب الميليشيا وتنتف ريش كيانها الجمهوري من دار الرئاسة الى سارية علم المدرسة ضمن مسلسل سحق الاعتبار اليمني رعاة العملية السياسية من الاطراف الدولية والاقليمية كانوا يتجولون في شوارع المدينة ويكتفون باصدار بيانات الادانة فيما كان المبعوث الاممي يتجول بسيارته السوداء على صوت سلاح الانقلاب الذي انقضى على العملية السياسية بالعملية المسلحة وبمباركة المبعوث نفسه يدون التاريخ او لا يدون تحتفظ الذاكرة بصور المأساة اليمنية او لا تحتفظ يتماسك الوعي الشعبي او يتناثر كحبات الحصى فثمت تفاصيل قاسية وعصية على المحو في الذاكرة اليمنية لحظة اجتياح صنعاء هي اشياء ضد النسيان من بينها انكسار الجنود والضباط الذين استبسلوا في المقاومة ووجدوا انفسهم بلا غطاء او اسناد بحسب متابعين فان الصدمة الحقيقية هي التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة بعد ساعات من احتلال الحوثيين لصنعاء وهو ما يشير الى ان امرا ما دبر بليل والتوقيت اول مواطن الريبة عندما تم تتويج الاجتياح بغطاء سياسي يشرعن للمسلك الغادر بحق جمهورية الشعب لا تنسى صنعاء جراحاتها ايام الانقلاب والاجتياح لا تنسى كبرياءها الجمهورية المكسور ولا تنسى هزيمة الجبال التي كانت اوتاد الجمهورية ووجدت ذاتها منزوعة الانياب من الصباحة المدخل الغربي لصنعاء الى جبل نقم وعيبان في المدخل الشمالي الخاصرة التي تسلل منها الشر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر